شيد مهندسون عسكريون عراقيون جسرا عائما جديدا عبر نهر دجلة ليصل بين شطري مدينة الموصل من أجل تسهيل نشر القوات قبل هجوم أخير يهدف لطرد تنظيم داعش الإرهابي منها وقصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين جانبين مدينة بهدف عرقلة تحركات المتطرفين في المراحل الأولى من حملة تحرير الموصل العام الماضي اشتركوا في القناة